نتكلم على الموضوع اللي تكلموا عليه الإخوان اللي مرتبط بالطبقة المتوسطة وبارطفاع الأسعار ما غديش نذكر مرة أخرى بالمجهودات اللي قامت بها الحكومة من أجل ندعمه أننا نواجهه التضخم الحمد لله الأرقام اللي موجودة اليوم اللي كتصدرها المندوبية السامية التخطيط كلها كتأكد بأن هناك واحد الهبوط يعني نسبي في التضخم غادي وكينزل شهر على شهر فالحكومة قامت مجموعة دي الإجراءات آخرها هو الإجراء المتعلق بالدعم دي المهني النقل وجبت واحد المجموعة دي المبادرات اللي غد تطلق بداية من السنة المقبلة وكين جزء منها اللي غد تطلق خلال شهر دجنبير تعويذات العائلية المباشرة دجنبير وكواحد المجموعة دي الفئات اللي كانت يعني ما عندهاش واحد الدعم مباشر اليوم غادي تستفد من دعم مباشر أيضا الدعم دي السكن اللي غادي ينطلق حتى هو في يناير دعم مهم وغادي يساعد خاصة طبقات المتوسطة ولا المقبلين على الزواج ولا الأسار اللي عادت يعني تكونت هذا غادي يعون المواطنين وغادي يعون الأسار على أنه يتعاونوا في تكلفة دي السكن صندوق المقاسة المجهود اللي تقوم به غادي يستمر في السنوات المقبلة الدعم اللي كي تخصص اللي كتخصص وزارة الفلاحة ولي كي هم مختلف المواد الاستهلاكية اليوم بما فيها الخضر والفوكيه خاصة الخضر لإجراءات اللي تعملت على اللحوم صحيح أنها ما حققت يعني خاصة ذلك شيء اللي كانت محوله بشكل كبير لكن خفضت نسبيا وتحكمت وحققت واحد النوع دي الاستقرار فالحكومة تتابع هذا الموضوع هذا بكل يعني الأهمية اللي كي يحتاجوا وكانحطوا عيننا طبعا المؤشرات اللي كتصدر الاسيب فكل مرة مرة نتابع هذا الموضوع وكانشوفوا الحجم والحاجة نحو نحو التدخل إما بإجراءات أننا نخفضوا ضرائب معينة أو لك ندرسوا الإمكانيات المتاحة من أجل أننا نستطمرها ترجمة نانسي قنقر